موسيقى اليوم انا في مهرجان وهو مهرجان خاص بالبيجانز في مدينة زاجرب يقام كل سنة في شهر سبتمل مين هم البيجانز و ايه السبب ان هم متفرزين هل في في مصر والعالم العربي فهو ده اللي هحاول اجاب عليه النهار معرفتي عن الفيجانز ابتدت من حوالي سنة لما رحت عاشا فيجان وكنت معتقدة انه هو مجرد نظام غزاء صحي مؤخرا ابتدت اكتشف ان الفيجانز قد يكونوا مهتمين بالصحة ولكن هم مهتمين في المقام الاول بالحيوان قبل المهرجان اتعرفت على انيتا وهي عضوة نشطة جدا في منظمة او اصدقاء الحيوان اللي هي منظمة لمهرجان زيجافيك وكان ليا معاها حوار طويل كلمتني فيه عن الفيجانز اسلوب حياتهم مطالبهم ليه في ناس ضد الفيجانز كلمتني؟ 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 بسعرف كلمتني؟ 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 طبعاً وقد أصاد حقًا يتوجد الكثير فقط 10 سنة أعتقد أن أجد أولاً تشجع المئات ويساوي تحديد المئات ثم تعرض المئات أكثر تحليم الكلاب مئات كثيراً لأمال حقًا ما يتكشفها يكثير مئات أكثر denجاجين يكثير مئات أكثر التحليم التي يمكن التحليم مئات أكثر يكثير مئات روسييا وشميات أي شيء المئات المئات المتحدة؟ لا أقلقًا و هناك الكثير من مدينة مدينة تظهر و تظهر و تظهر و تظهر و تحضر و تحضر و تحضر و تحضر كنت قرأت بأن ب12 و أميغا 3 يجب أن تعرف ما يأكل ولكن إذا تعرف ما يأكل، يمكن أن تكون مدينة مدينة أنا أعرف أن أحد أشخاص من 70 عام وقد كان مدينة 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 فيها فهو حال إليه و has been vegan for 35 عام أما مدينة 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 و الأميغا 3 أحيخ المدينة مدينة 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 مميزة بأنها مدينة مدينة مبينة موزة أو مزة في المنزة هذه هي رئيسين يأكل مدينة مدينة لأننا سأرون أن يأكل بسعملا بحضر و إن نحن لتجميها و لكني أحن لتحديما خصوصيكم وいただいて إليس لا تشكيح من مدينة مدينة و البايتامين بي 12 مفدل بكتيريا أنه يتلقى على هذه الأشياء على الأمر اللقائي لذلك يومي غير مفيدة بي 12 وكيضي هناك الكبكة في ساوركراوة وكذلك المفردية يتلقى بي 12 بي 12 يوجد الكثير من بي 12 و الوميغا 3 بي 10 من الجنهات المفيدة الفيغانس في أي مجتمع يكونوا متفردين وعدادها مش كبير مش فقط في العالم العربي ولكن في جميع أنحاء العالم أسلوب الحياة الفيجاني مش فقط نوعية الأكل اللي بيكون خالي من جميع منتجات الحيوان ولكن فما يتعلق بالملابس ومفرشات المنزل و لازم يكونوا حاسرين جدا في شراء المنتجات و تأكد من أنه لم يكن تم اختبارها على الحيوان و هذا ما أكدته لي انيتا ما أكدته لي أنييتا أدواني ربما هو اللياح والانتقن لا أشترك على عبارة لا أحاول أسلطة لا أشترك على المشاهدين أشترك على محاولة و لا يتجمس فهو محاولة الوثنين من الآخرين بإثبات في الوقت اللي الفيغانز مهتمين فيه بإثبات ان نظامهم الغذائي هو نظام كافي جدا وصحي لحياة الإنسان على الجانب الآخر في ناس بتحاول إثبات ان نظام الفيغانز هو غير صحي يطبع هل في تعارض بين الفيغانز والأديان اللي بتحس على أكل اللحوم لا يجب أن تتغير من أنك تكون فيغانز لكي تكون فيغانز يمكنك أن تكون فيغانز موسلم اجنوستيك و يمكنك أن تكون فيغانز و أعرفت على كنان وهو تركي مسلم فيغانز كنان قدر أنه يعمل شاورما خاصة به خالية من جميع منتجات الحيوانات سألت كنان عن إذا كان فيه تعارض بين كونو فيغانز و مسلم و يطرق بيتصرف إزاي في عيد الأطحى فقال لي أنه في عيد الأطحى اللي هو بيسمى في تركيا القربان بيحرص على أنه ما يكونش موجود في تركيا في الوقت ده و أن دي حياته و قلبه مفتوح للناس و للحيوانات و لا الله وهو مش شايف أي تعارض بين أن الإنسان يكون جود مسلم أو مسلم جيد و فيغانز لما بدأت أدور على فيغانز في مصر و العالم العربي طبعا استعملت الإنترنت و لقيت ياسمين عاملة صفحة على الفيسبوك بتحاول أن هي تجمع الفيغانز و كلمتني عن تجربتها مع الفيغانز في مصر أنا مصرحي كرون أن أحرص فيجتريان و لا تخلق و تخنق لا يوجد أن أشعر في الفيغانز أنا جدا وسأتأوحش كلمتني أكل جبنة كتير و بيد حيات تقيلة و صعبة عالعدة فنا نحن نشعر بشكل جيد فأنا نشعر بشكل جيد فأنا نشعر بشكل جيد و فيديوات و ديات و حاجات على يوتيوب و كنا نشعر بشكل جيد فأنا نشعر بشكل جيد و نشعر بشكل جيد و بجأة في أسبوع أنا أحسيت 8 كيلو حسيت بفعل في النوم كل حاجة أحسن فلا إذا كانت قد يبدو أن البيجانزم من الصعب الاستمرار فيه في العالم العربي ولكن ياسمين كان لها رأي مختلف احسيت بنا هيا فأولا الحاجات المشيئة المشيئة الحاجات ليست مختلفة ولكن فيها ألف لذلك في أوروبا فهو سعيد أن يجد شيئا و بشكل جيد وايش ذاتك جدا مفرق جدا انا احب النجاة المختلفة مفرق جدا لكنها كلها في كل مكان هناك أيضا مكان جميلة ماختابات مهن نحن في العصير نحن في العصير في كل سأحب ايه او عصير ممين أو عصير مهنم أو أي حاجة سيزنة ياسمين وصديقها عندهم مطعم بيقدم أكلات فيغان طبعاً سألتها عن الفكرة جاءت منين وإزاي ابتدت أريد أن أجد مطعم أريد أن أجد مطعم بس ما كانش عنده يونيك ليس شيء يونيك بما كانت فيغان خلاص محرك باعتد مع أنه خلاص تكون نحن مفجد بشكل خلاص طبعاً جميعاً مثلاً أخذها بإتمام نحن نتحدث نحن نتحدث سنتحدث ويجب ان تتعود مفتوض بمصر و العالم العربي انتشار الهيجانيزم و العالم العربي هناك 2 بلوغرين في الهيجاني واحدة في دواي و واحدة في البحرين وردين عمين البلوغ يتحقوا الهيجانيزم و اتحقوا و كده هناك كبير من مصر والهيجانيزم و الشخص لاحقا و اعتقد ان مع الهيجان يجب ان تتعود apologise من تعيش التي تتعودها بطاقة مهمة وتتعودها الجديدة وكانوا موضوعا و الأخير مع الهيجانيزم و أغنية فيغانية دلوناتك نعودك مع اغنية فيغان و هسيب ليكز لكل ما ورد ذكره في الحلقة لو الحلقة جيدة مفيدة ممكن تدوسوا لايك تعملوا شير وممكن كمان تعملوا سبسكرايب لو عايزين تتعرفوا على حاجات تانية فريدة حول العالم ترجمة نانسي قنقر